بناية متهالكة أيلة للسقوط هي مدرسة المهدي الموعود في إحدى قرى ذقار شيدها الأهالي على نفقتهم الخاصة تروي لنا فاطمة وهي إحدى التلاميذ حجم المعاناة في هذه المدرسة التي تكاد أن تسقط عليهم في أي لحظة مدرستنا تعبانا وذلك اليوم بالمطار قامت الصبع علينا وقوة عايشين بيها وريد مدرسة مثل المدارس مدرسة هجي بسواية حلوة ونظيفة مدرستنا وصخة الصبع علينا بالمطار وبالصيف قوة متحملين بيها ويقول سكان المنطقة بقضاء الدوايا أن أطفالهم ما زالوا يعانون من سوء بناية مدرستهم حيث أنهم ما يزالون يدرسون في مدرسة متهالكة رغم برودة الطقس الحقيقة هذه جمعتها الأهالي والناس الدور العلم واليوم السلاح العلم تعبت الناس من الافلاحة ومن الريف بس ليش بالمطار ينزل المطار على الطالب هاي طلاب شفتوها ليش باب ماكم ليش تسمع مفتوحة ضالة على بلوكات اللي لمتهم الناس والدولة بخير اليوم الناصرية منكوبة صندوق الأعمار ما شاء الله الفلوس اللي انصرفت للناصرية جزت تريليون وين الفلوس؟ نرجو توصيل صوتنا إلى الجهات العليا إلى وزير التربية بالأخص أن ينظر إلى حال الأطفال هاي بالمطار صب عليهم ماكو سقف يحميهم من المطر بأيام الصيف هي حارة حتى مراوح ما بيها بيبان ما بيها كل الأشياء تعبانة مواطنون كثيرون يشكون من الأوضاع المزرية التي يواجهها أبناؤهم في المدارس لكنهم مضطرون إلى تسجيلهم في هذه المدارس لعدم وجود بديل هنا تتحدث الصورة عن الواقع المرير لهؤلاء الطلبة وهم يعيشون في هذه المدرسة والتي هي عبارة عن اسم فقط إلا أنهم أصروا على إكمال مسيرتهم الدراسية علهم يغيرون من هذا الواقع في المستقبل لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ديقار